السلام عليكم ان شاء الله النهاردة سأقول لكم انترو كده لسينيورينك و ازاي بيشتغل و اين بوينت منه سينيورينك سينيورينك اللي هو كل حاجة ممكن تعملها عليه و ممكن تعملها على المتلاب بعيده بس الحال فينا هو بيدي جرافيكال انترفيس تقدر تعامل معايا فهبت بيخلي انت تتخيل حاجة و انت تقدر تغير في السيستم بتاعك و انت تعمله كنترول اسهل ببتال جدا الاكزامبل الاول اكزامبل هنتكلم عنه هو سيمبل اكزامبل spring mass system مجرد mass بس و مبينها ما بين support spring و مفيش friction و مفيش damping وهتبقى دي هذه الـ governing equation بتاعتها الـ transfer function بتاعنا ما بين displacement و force input بتاعي هيبقى 1 over القوزة لو اخذنا الماس بـ 0.1 و الـ cave 1 يبقى هي ديه الـ transfer function بتاعي ديه ممكن نعمل اللي هي الـ represent system اللي هيخشلها الـ input force و يطلع منها هنا الـ display another system ممكن نبص عليه هو الـ spring dampers mass system و single mass و مبينها مبين spring و damper هنزود ساعدها بـ term بتاع الـ damper ده و لو اخذنا الـ damper بـ 2 different values 0.05 و 0.1 يطلع منها الـ transfer functions برضو ما بين الـ input force و ما بين الـ displacement اللي هتطلع الثلاث displacement دول انا مدخلهم على موكس موكس ده بيجمع مدخلهم على نفس الـ scope عشان يتعرضوا مع بعض على نفس الـ graph عشان نشوفين الـ difference اللي بيعملوا الـ damper ده لما بيخش على الـ system الـ input force ده الـ input force ده على شكل step force step force يعني بيبقى قبل الـ zero يعني certain time وبعدين بتاخد value وتثبت عندها بعد الـ time ده ممكن نعمل و نعمل الـ run الوقت لكي عشان نشوف و الـ system هيتبشفه عامل الـ و نخلص الـ run كده ده الـ scope اول الـ input اللي هو الـ الـ displacement output ده هيا الـ الـ output اللي هو مطول دمبر و هتلاقي نحصل الـ تاني واحدة تلاقينا لما بدأ تبقى الـ يبدأ فيه الـ الـ transfer function ممكن ندخلها بطريقة الـ نعمل الـ نعمل الـ و اوه و كل ما بدأت تضع لقم جامبو يبقى هو ده مع الـ s و مع الـ s2 و ما إلى ذلك عشان نحن مع الـ s هنا بس بس و الـ s2 تعمل الـ و هو ده الـ ده الـ step input clock نعمل في الـ time الـ time الـ الـ value اللي الأولانية بتاعتك و الـ value النهائية بتاعتك الـ ده intro لطيف كده الـ box دي لو انت استجابها بتقدر تدوسها على الـ library browser هنا وتجيبوا الـ المعظم الحاجة دي هتقدر تجيبها من الـ commonly used blocks اللي تحضر لكم لهم tool boxes I think don't think ان احنا هيبقى عندنا touch for now trash share functions تقدر تجيبها من continuous tab و الـ box والـ scope هتقدر تجيبه من commonly used blocks و الـ step input هتقدر تجيبها من sources هنا الموجودة طاعة هتدوس كليك الـ mean وتعمل add to block و عايز تشوفها هتقدر تجيبها للموضة البداية اه right for now يا بصمار